سيد مستقيم عبداللطيف مرحبا بك على العالم الإلكترونية ممكن تعطينا تصريح حول الإدراب الذي قمتم به أمس والذي فعلا كان ناجحا بنسبة 98.5% فيما يخص الإدراب ديال 22 يوليوز بالوكالة الوطنية السلامة الطرقية فهو جاء من بعد مراحل ديال الانتظار اللي ابتدأت أولا منذ انهيقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية السلامة الطرقية حيث أن هذه الأخيرة استثنت في اجتماعها استدعاء تمثليات نقابية كما ينص على ذلك المرسوم الذي تم بموجبه إنشاء الوكالة الوطنية السلامة الطرقية في هذا الإطار فإحنا كاتبنا السيد الوزير ضمن واحد اللي بيان سينكاري كنت طلبه من السيد الوزير تدخل لإيقاف هذا الحيف اللي طال تمثيلية نقابية هلما أننا في اجتماعات سابقة مع السيد الكاتب العام للوزارة كنا طالبنا منه باش أن هذه الوكالة للوكالة الوطنية السلامة الطرقية ولوكالة الجهزة الأساسية ولمنظمة الأعمال الاجتماعية للوزارة باش تدعي النقابات الأكثر تمثيلية باش يعطيها الممثلين ديالها في هاد المجارس الوطنية بالفعل كانت هناك استجابة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقالة الوكالة الوطنية السلامة الطرقية أنها لم تستجب رغم أن الوزارة استشارت الأمان العام للحكومة واستشارت كذلك الوظيفة العمومية آنذاك كانت جواب ديالها هو اعتماد تمثيلية النقابية الأكثر تمثيلية بناء على آخر انتخابات ديالي جانتونائية بعد طول انتظار نعقد المجلس الإداري في غياب النقابات قدمنا بيانستين كاريكتبنا للوزارة لم يكن هناك رد إلا في حدود شهر مارس أننا وصلنا بوعد من سيد الكاتب العام للوزارة بأنه سيكون هناك حوار ولقاء مع المدير العام الوكالة الوطنية السلامة الطرقية للأسف أنه كانت في ذلك الفترة بدأت لجائحة الكورونا التي استمرت من بعد تلقينا دعوة من الوكالة الوطنية السلامة الطرقية من سيد المدير العام من أجل الحوار وفعلا كانت في شهر يونيو فاستجبنا للدعوة ومشينا عبرنا في إنجاح هذه المرحلة ديلة تأسيس أو خروج وكالة الوطنية السلامة الطرقية إلى حيث وجود وعبرنا للسيد المدير على مجموعة من المشاكل المثناءها في القانون الأساسي وكذلك بعض النوقات التي لم يتم التطرق إليها في إطار مشروع ديل القانون الأساسي اللي اعتمدته الوكالة ففي البداية كان سيد المدير إيجابي حقيقة أنه بالحرف قال بأن هذا القانون الأساسي ليس بقرآن منزل فهو الشيء اللي اعطانا واحد الأمال ودخلنا معه في حوار اللي قد استمر تقريبا ثلاثة ساعات قدمنا له فيه اقتراحات ديالنا بخصص نوقات أخرى مؤقتة إلى حين القيام بتعديلها ديال النظام الأساسي للقانون الأساسي لأن القانون الأساسي بش يتعدل فلا بد من واحد المساطر القانوني والإداري لك تطلب واحد الوقت الطويل لأنه ما غيرت تعدل في شهر و لا شهرين و لا شهر فهنا غيرت تكون واحد المدة واحد الحي يزيل الوقت اللي غيرت يأخذ هذا القانون الأساسي فبداية سيد المدير كانت استجابة لبعض لهذه الموقات ووعدنا بأنه هو غيرت تأخذ الإجراءات وفيما يخص القانون الأساسي النظام الأساسي فسيد المدير تفق معنا على عقد واحد اللجنة تقنية اللي رحبنا بها باش نقدمه واحد المسودة ديالنا كان نبينه فيها الرأي ديالنا والمؤاخذات علينا على هذا القانون النظام الأساسي ديال المؤسسة بالفعل أعطونا واحد المهم لديها تقريبا 15 يوم قدمنا لمسودة متكاملة أي المؤاخذة تألينا المؤاخذة ديالنا على هذا النظام الأساسي وعطينا حلول بديلة أي كل فصل من هذا القانون الأساسي اللي عندنا لملاحظات كان نبينه الملاحظة تشناية وكان نعطيه البديل وكان نقوله هلاش أعطينا البديل يقدمناها فأخذوا المسودة ديالنا وخلال هذا الاجتماع أكدنا السيد المدير على ضرورة تمتيلية أي أنه يخصيح صنف الأمر وخصيص صدعي للمبتلين باش نعطيه الأسماء النقابة الأكثر تمتيلية اللي كينا هي الاتحاد العام شغال من الرب اللي كتحتل المرتبة الأولى في انتخابات داخل الوزارة وكان يكون في درالية الديمقراطية وكان تحتل المرتبة الثانية أنها هذه واضحة مسألة لا تحتاج لشي نقاش هذه هي من نقابات الأكثر تمتيلية أكدنا له على التمتيلية ومنون أن نرى هذه التمتيلية لقد جاوبنا عليها قال قاعدة نجاوبكم في الاجتماع المقبل الاجتماع الأخير كان في 20 يوليوز مشينا نشوف النتائج ديال الاقتراحات اللي قدمناها بخصوص القانون الأساسي وكذلك في النقاط اللي كنا طلبنا منه منهم أن مثلا المكافأة ديال أو المنحة ديال عيد الأضحاق المنحة ديال 6 شهر اللي كانت تعطل لأنها تعطلت طريقة ديال التوزيع ديالها بإضافة البعض النقاط اللي كان استجبلينا اليوم هو صيد المدير فإذا بإجتماع هاد النقاط كلهم صيد المدير يتجاهلوهم أن هاد النقاط اللي كان أطنع عليها وعد حتى نقطة موافق عليها ولا التزم بها حتى بخصوص هاد المكافأة الثانية اللي كانت صليها الملصوم مؤسس والقانون الأساسي ديال المؤسسة ديال الوكالة فإنه كان شك بأنه الناس سيأخذوها في هذا الشهر ديال يونيوز رغم أنها كانت تحتاجها في شهر يونيو وحسب المصادر عندنا من الوكالة بأنها ما ستحتاجها في شهر يونيوز لأنه كان هناك صعوبات أنه لم يتم تهيئها في الوقت المناسب نحن مقابلين على مناسبة ديال العيد الأضحاف هاد الناس حرمون المنحة ديال العيد ما كيناش هاد المكافأة ما كيناش ورؤساء المصالح ومراكز تجيزة سيارات تحدفت لهم تعويضات اللي كانت تعطاهم كرؤساء مصالح وعلى استعمال السيارة كي استعمال السيارة النقاع المتيازات اللي كانت عندهم داخل الوزارة تجيزه النقل تحدفت لهم هاد مددها بديل ستشهر سبعة شهر ما كيناش وهاد ناس خدمت بتعويضات لما كانت لا تصل إلى ما كانوا ينتظرونه من وكالة قلنا احتز زيادة اللي علنو عليها أو التعويضات عن التنقل لا تصل إلى المبتغى أو إلى ما هو معمول به في وكالات أخرى كالوكالة ديال المحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي هاد طالبنا أنها تكون تقريبا بنفس تحفيزها بنفس الإجراءات بنفس القانون لأنها إلا كانت هاد الوكالتها تحدثت علش نبدر نحن هاد الوكالة اللي عندها مداخل كتير هذه السلامة الطرقية وما تكونش في نفس الشاكيلة أو أحسن من ديال المحافظة العقارية لأنها عندها كان عرفوا الوكالة الوطنية السلامة الطرقية والمداخل ديالها فهد الموظفين هادو اشغل يستفدوا حتى نقطة أخرى أن حتى الموظفين اللي تم إلحاقهم ما عندهمش الحق باش يرجعوا الوزارة أنا لا أفهم هنا هاد النقطة هاد لأن الموظف هو كتربطو توظف وزارة الأشغال العمومية نهار وقع وقع ما الأشغال العمومية أنه موظف الأشغال العمومية موظف وزارة جيزه النقل لم يكن موظفا في الوقت فالإلحاق دياله كان يكون اختياري لأن هناك ده بحالة ديال إخوان اللي بغاوا يرجعوا الوزارة مبغوش الإلحاق ديالهم وهذا كله مؤخدات على هاد النظام الأساسي فأمام هاد الوضعية هادي وأمام أننا خرجنا من هاد الاجتماع بخفي حونين أنه لم تكن هناك إيه استجابة حتى أن الوقت اللي تخصص هذا الاجتماع كان وقت قصير لأن السيد المدير في الاجتماع يقول الإخوان بأنه عنده موعد إيه كان نقاب أخرى لا دعية لذكر التفاصيل فأخرجنا أن الاجتماع كان شبه فارغ من النتائج لم تكن هناك نتائج أمام هاد الوضعية فكانت نسيق بينه كونفيدرالية الديمقراطية للشغل ثم الإعلان على الإضراب هذا إضراب أول إنداري دي 24 ساعة الحمد لله أن الإضراب أعطى نتيجة ديال تقريبا 98.5% ديال الناجح أنه كان شلال في جميع مراكز تجيل بالمغرب عام ماتا ونفستنا الإدارة المركزية اللي فيها المدير ورؤساء الأقصام اللي كانوا منهم من بعض اللي دار الإضراب فالمصالح الخارجية تقريبا 98.5% حتى شي واحد ما اشتغل أغلبوها وكان شلال نحن هنا نتأسف أننا كان الحق درار بعض المواطنين اللي كانت عندهم مواعيد والأغلبية أنها جاتوا وما تمشت استجابة للطالبة ديالهم لأنها كانت المراكز مغلاقة ولكن حصلنا اللي باب المسدود في الحوار لأن حتى هاد المستخدامين اللي كيخدموا حتى السبت باش يكون الرأي العام على وضع أن هاد المستخدامين هرام كانوا يخدموا حتى السبت يجيوا يخدموا ولكن في الآخر ما تكون حتى ناتجة فهذا الشي اللي يخلنا أن نلتاجه للإضراب اللي هو حق مشروع ومارسناه بطرق سلمية والحمد لله أعطى نتائج ياله احنا كنت نتاثروا ذابا الردية الوكالة الوطنية السلامة الطرقية احنا أعطيناها واحد لأسبوع عشر ايام إن شاء الله مراي إذا ما كانت كيف عالنا في البلاغ ديالنا هرام تكون محطة نضالية أخرى هرام ما غاليش نوقفوا مكتوفين لأيدي أمام تعنود ديال الإدارة أو عدم الاهتمام ديال الوزارة بهذا المطالب أو لأن ربما إليش تحتى البلاغ ديال العنرصة ديال الوكالة الوطنية السلامة الطرقية يبقى الناس خصمتها مو أن هذا الوكالة حديثة لا يصبروا معنا هرام ما يمكنش هرام ما يمكنش هرام ما يمكنش هرام الأطر العليا من رؤسة الأقصام والفوق هرام ما داخلش في هاد اللعبة ديال عنده هدوك نظام ديال العقدة هرام كيف يصني العقدة مع المدير بالامتيازات اللي خاصة أي لا يدخل فند الاعتبارات كلها وهنا كان حيف وإن شاء الله احنا كانت مننا أن نكون استجابة من الوكالة لأننا ما بغي ناش نستمر في هاد الوضعية ديال هاد تشد الحبل بيننا وبين الوكالة وكانت مننا ان شاء الله تكون نتيجة شكرا لكم أستاذ مستقيم عبداللطيف الكاتب العام للجميع الوطنية للتجهيز والنقل وكذلك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب